السلام عليكم ورحمة الله أتمنى تكونوا إن شاء الله في الصحة جيدة أنا سأقوم بتجليليب الكاشمير القعق برد طاوية التوب على 4 طاوية على 4 طاوية على 4 نضيف خط في الكتف بشعالي هادي نحط العبار ديال الكتاف عندي في الكتاف بدرته 21 سنتيم ديال الخياطة سابطة ثلاثة سنتيم تماية في الكتف ونحطه 21 نجي قبالته ونحط العبار ديال ديال الصدر عندي 29 سنتيم ديال الخياطة هادي نضير خط من ذاك النقطة اللي عندي في الكتاف خطمو الساقين كأنها بط 14 من الدورة ديال ديال التركيز ومن البطن من الحاوض 14 كندخل جوز سنتيم ذاك العبار اللي عندي في صدر كندخل عليه جوز سنتيم في البطن كندخل جوز سنتيم الحاوض عندي 30 سنتيم سوف يتم كان ندير خط باش قادي ندير داك الدورة ديال التركيز وكان ندور هاك كما شوف البيستولي كان نسايل بخط من نقطة نقطة ندير ثمانية سنتيم في الدورة ديال العنق ونهبط جوز في الدهر سافي وندور هاكا كي بيدي كنصيل بداك داك ثلاثة سنتيم اللي هبط كنصيلها بخط ونشط طول ليالي كنشدها من أعلى الكاتف كنحط طول ليالي اللي عندي وكان ندير ثمانية سنتيم ديال العطفة ديال الجلابت ديالي ثمانية حتى العشرة سنتيم سافي وندير خط مستاقيم سافي كنهبط هاكا بالمقص ديالي كان نقطع كمشي على الطراساج اللي عندي هادي جليل باديال البرد هادي جليل باديال البرد اه تجيب الفتيحات في الجناب اه ها تجيب بنس تزيري الكابلة وصفيفة رقيقة والعقايدات بلديين جبت الميس طارة وصلت بخط من نقطة اللي عندي تحت وانه ما نقش من العرض ديال هاو رحسب هادي ما غاديش اه ايفاضي طويت ال توب علاءة ما درش الداخل في الخارج طب يا نحية الدهر ونخلي القدامين الدوفة ديال الامة ننهبط حداش وندور هكاك بيدي ديرو داير شي شوية نقص من الكثاف ديال الامام جوز سنتيم هادو كدارو ريين تنقصوهم بش في الجلابه كتجي طايحة الامام ما كتبقاش ترجع للورو وتبقى تدربه في الجلاير كتبقى تدرب لك وحدا مع وحدا وهذا التركيز ديال الامام تاو ما كننقصو جوز سنتيم بش ما كتجيش تتخن شيشة في التركيز سافي كان عبرت تركيز ديالي ذاك شي اللي حتى اللي عندي فيه كان حطه في الكمام كان جيب ذاك الطرف اللي بقى لي وكان طويم الجيها اللي محلولة من جيهتي من جيهة الحاشية كان طويم الاربها كان هبط تلتاش وننصل بخط القند الجيها اللي مسدودة عندي ديال لكم سافي نجيل داك المسافة كان نقسمها على جوج ونقول نقسم هذك المسافة الخر على جوج والخر على جوج كان يقول لون عندي ثلاثة منقاطات كان دخلما جيها اللي من هنا كان دخل لها سنتيم والخر اللي من جيهتي كان نخرج بها سنتيم كان حط طويم الكمام ديالي مزيد ثلاثة سنتيم ديالخياطة ونحط الدورة لكم ديالي 14 ندير خطمو الساقين هتجلابها ديرها سهلة سوف يبقى ندير ميستارة عود ونصير بخط من الدورة التركيز لهذا الرسل لكم ندير الدراع نحطه عندي في 20 ندير ببيستولي بش ندخل دك 100 سنتيمت المايا ندخل من الجهة ديال هادي السنتيمة ضروري تحيد من هذا سنتيم وتحيد من التركيز ديال الدوفا تحيد منهم جو سنتيمت الماكد جينيش جلابة ولا القفطان مخنشش من التركيز جي جلابة واقفة زوينة ولا قفطان بلدي ولا وحتى فررومي هدا القب ندير في الدورة ديال القب اللي كانت عندها محلولة نديرو فيها ربعين وكان نديرو كان حطة 24 وكان طلع 10 سنتيم وكان صير بخط العرض ديالو كان ندير فيها 30 نديرو نقطة ونصير اللي بخطه من هاد من النقطة اللي يدرت من النقطة الخورة اللي يدرت اللي طلعت بها 10 صافي هذا هو القب ديالنا رح ساهل هاديك نزيدو 14 سنتيم هاديك نخليها بش كان فيني بها القب ديالي إلا كنت غادي نخدمه بسفيفة ولا ولا الطرسان اللي لكان غايت تتخدم بران ده تجلابة ما تديري لها شادي هات قطي عادي نجيل ذاك المسافات وكان قسمهم على ثلاثة كم مادرت للكومنيشان كان خرج من الجهة اللي كانت تكون من جهة الام كان ندخل سنتيم والاخرى كان ندخل سنتيم تجليلي براها سهلة نتمنى تعجبكم طريقة سهلة والسلام عليكم ورحمة الله